مرّت الحضارة الأرمانية المجيدة عبر طريقين طويلين وغنيين مليئين في الوقت نفسه بعطاء الفكر الإنساني والعمل اليدوي الماهر فقد مرت بفترات رائعة من الرقي ابتداء من القرن الخامس الميلادي أي مد اكتشاف الحروف الأبجدية الأرمانية وما تبع ذلك من ازدهار فنون الترجمة وكتابة المخطوطات والعلوم المختلفة فقد خرجت إلى الوجود روائع عديدة من الفن المعماري الأرماني وفن الرسوم الدقيقة والأغاني والموسيقى أضيفت جميعها إلى التراث الأرماني المتراكم عبر العصور فأصبحت مدعاة إعجاب واقتباس من جيل إلى آخر وفي فترات فقدان السيادة الوطنية وغزو الموجات الهمجية للأرض الأرمانية اضطر المعلم والشاعر والفنان والعالم ورجل الدين الأرماني لتوجه نحو الغرف والأقبية الصغيرة في الأديرة المنتشرة في الجبال والوديان أو الكهوف المظلمة للحفاظ على تراث السلف من الضياع والتلف أو اللجوء إلى أسقاع المهاجر للسبب ذاته ولكن رغم كل الظلم والعنف لم تخمد روح الحرية لدى الأرمان فظل الفكر الأرماني الثائر صامدا أمام أعدائه الشرسي وبقي التحرر متجسدا فيه ولم تيأس روحه التواقة إلى وطن سيد مستقل حتى لو طال أمد الاحتلالات القديمة والحديثة لأرضه فأينما حل الأرماني أقذ معه شوقه لوطنه وتراثه وإلى أي بلد وصل عمر فيه مدرسة أرمانية وشيد كنيسة أرمانية وبنى مقبرة قربهما عمل جيدا وخلق كل شيء جديد من العدم متكئا دوما على تراثه الموروث من السلف وحضراته المنتقلة معه أما الوطن المتألم الذي وقع تحت حكم السلاطين والقياسرة والخانات والغارق في الألم لم يستسلم لليأس أبدا بل رفع طرف عينيه ليرى نور الحرية في آخر النفق من هنا كان كتابنا وجوه أرمانية حول العالم للإضاءة على شخصيات أرمانية بارزة ومتميزة ومعروفة في مختلف المجالات والمهارات ليكون مرجعا شاملا عن وجوه الحضارة الأرمانية المعاصرة التي ملأت العالم إنجازات وإداعات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر